استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أكد أنه رغم التحديات الاقتصادية الراهنة إلا أن خطة تنمية في المملكة متواصلة في طريقها لتحقق أهدافها وغاياتها إضافة وإضافة المزيد من المكتسبات والمنجزات التي تنبي تطلعات المواطنين وترتقي بمستويات بما ينعمون به من خدمات في مجالات الإسكان والتعليم والصحة وحثسمه على مضاعفة العمل والإنجاز في المشروعات التنموية والخدمية والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المعدة لذلك حتى تحقق الأثر المطلوب منها في الوفاء بمتطلبات واحتياجات المواطنين لا في تنسمه إلى أن ما تشده مملكة البحرين من مشروعات تنموية لتطوير البنية التحتية في قطاعات الطاقة والإسكان والصحة والتعليم وغيرها هي مؤشر على حيوية الاقتصاد البحراني واستمرار ديمومة الازدهار بالشكل الذي يلبي تطلعات المواطنين في حياة معيشية كريمة واستذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء دور العائلات البحرينية العريقة وإسهماتها في تعزيز جهود التنمية في كافة المجالات مشيدا سموه بما يتسم به المجتمع البحراني من قيم أصيلة تحط على التواصل والتماسك ووحدة الصف وقال سموه إن التواصل بين أفراد المجتمع البحراني قيمة راسخة ومتجدرة في الإرث الحضاري والتاريخي للمملكة والتي عرف أهلها منذ القدم بتماسكهم وانفتاحهم على مختلف الثقافات والحضارات وتترق سمو إلى التطورات الإقليمية والدولية في ظل المخاطر التي تحيط بالمنطقة مشيدا سموه بدور المملكة العربية السعودية في الوقوف سدا منيعا ودرعا للأمة في وجه مشروعات التفتيت والانقسام التي تراد بالأمتين العربية والإسلامية ترجمة نانسي قنقر